أدانت أبرشية القدس الأسقفية الهجوم الإسرائيلي الغاشم على المستشفى الأسقف الأهل الإنجليكاني في مدينة غزة والذي راح ضحيته مئات المدنيين وصفة الهجوم بأنه جريمة ضد الإنسانية وقالت الأبرشية في بيانها تعتبر المستشفيات بموجب مبادئ القانون الإنساني الدولي ملاذا آمنا إلا أن هذا الاعتداء تجاوز تلك الحدود المقدسة وقد استجبنا لإمداء رئيس الأساقفة جوستن ويلبي الذي دعا إلى حماية المرافق الطبية وإلغاء أوامر الإخلاء لكن المؤسف أن غزة لا تزال محرومة من الملاذات الآمنة وأضافت الأبرشية في بيانها خلال احتفال مهيبا باليوم العالمي من الصوم والصلاة من أجل السلام والمصالحة وإنهاء الصراع المروع وقف المسيحيون متحدين في الأرض المقدسة ومع ذلك فقد انعكس يوم التأمل هذا لهجوم وحشيا على المستشفى الأسقفي وتعرضا لغارات جوية إسرائيلية وأكدت الأبرشية أن الدمار الذي شهدناه إلى جانب استهداف الكنيسة وتدنيسها يستحق الإدانة والعقابة الدوليين موجهة نداء عاجلا إلى المجتمع الدولي للقيام بواجبه في حماية المدنيين وضمان عدم تكرار مثل هذه الأعمال المروعة واللا إنسانية ترجمة نانسي قنقر